اشتركوا في القناة قلقت رب النبي صلى الله عليه وسلم وعاش مع أمه آمنة بنت وهب سنتين من الرابعة إلى السنة السادسة ثم أرادت أمه أن تزور قبر أبيه عبد الله في المدينة فخرجت إلى المدينة وخرج معها النبي صلى الله عليه وسلم وعندما رجعت إلى مكة توفيت في الطريق فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وكان وحيدا لا أم ولا أبا فعاش مع جده عبد المطلب عاش النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأم ويتيم الأب عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب سنتين ثم توفي جده عبد المطلب فتربى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبناء عمه أبي طالب وترعرع في كنف عمه أبي طالب و كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل في رعي الغنم و قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا و رعى الغنم ثم لما شب النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بالتجارة و كان له شريك يدعى السائب المخزومي هذا السائب المخزومي التقى به النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة فقال أهلا بأخي و شريكي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل بالتجارة و اشتهرت سمعته و صيطه بأنه كان صادقا و أمين فرغبت خديجة رضي الله عنها بأن تعطيه مالا لكي يتاجر فيه و هذا ما يسمى بالمضاربة و المضاربة أنك تدفع المال لأحدهم فهو يعمل بهذا المال و يشتغل بهذا المال و يكون الربح مقسوما بينكم فأعطته مالها لكي يتاجر فيه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بمال خديجة رضي الله عنها إلى الشام و تاجر بهذا المال و عاد لها المال مع أرباح كثيرة فأعجبت خديجة رضي الله عنها بأمانة و صدق النبي صلى الله عليه وسلم فرغبت بالزواج منه فقالت لصديقتها تشاورها إني أرغب بالزواج من محمد فقالت أنا أسأله فذهبت و سألت النبي صلى الله عليه وسلم أيرغب بالزواج من خديجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم خديجة التي اشتهرت بمكانتها و جمالها و مالها و سمعتها يخطبها أشراف مكة و ترفضهم تقبل بي فقالت صديقة خديجة هل تريد الزواج منها فأنا أكلمها فوافق النبي صلى الله عليه وسلم و أبدى رغبته بالزواج من خديجة رضي الله عنها فذهبت و كلمتها و أخبرتها بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم و تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها و أنجبت له خديجة أولاده كلهم إلا إبراهيم فأنجبت له من الذكور عبد الله و القاسم و أنجبت له من البنات و من الإناث أربعة زينب و رقية و أم كلثوم و فاطمة رضي الله عنهم و أرضاهم جميعا أما أولاده فقد توفيوا و أما بناته فقد أدركوا الإسلام و دخلوا في الإسلام و أشلموا و توفوا قبل النبي صلى الله عليه و سلم إلا فاطمة فقد توفيت بعد النبي صلى الله عليه و سلم بستة أشهر عاش النبي صلى الله عليه و سلم مع خديجة أجمل أيام حياتهم و في الخامسة و الثلاثين من عمره صلى الله عليه و سلم جاء سيل عارم فاجتاح الكعبة و هدم الكعبة فأرادت قريش أن تعيد بناء الكعبة فهدموا الكعبة و اشترطوا شرطا و قالوا لا نريد أن نبني الكعبة إلا بمال حلال فدفعوا من أموالهم الحلال و جمعوا مالا هذا المال لا يكفي لعادة بناء الكعبة على ما كانت عليه فبنوا الكعبة على الهيئة و الصورة التي نراها اليوم عندما أرادوا بناء الكعبة قسموا قسموا البناء إلى أقسام و جعلوا لكل قبيلة من قريش قسما و شارك النبي صلى الله عليه و سلم في بناء الكعبة و عندما وصلوا إلى موضع الحجر الأسود تنافست القبائل في من يضعوا الحجر الأسود و كادوا يقتتلون على هذا الأمر لأنه شرف عظيم و كلهم يريدوا أن ينال هذا الشرف العظيم ثم قالوا نحكم أول رجل يدخل من باب بني شيبة فدخل النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا رضينا رضينا بالصادق الأمين رضينا رضينا فدخل النبي صلى الله عليه و سلم و أخبروه فقال النبي صلى الله عليه و سلم هاتوا ثوبا فوضع الثوب على الأرض ثم وضعوا الحجر في وسط هذا الثوب ثم أمر القبائل بأن تحمل هذا الثوب من أطرافه ثم رفعوه فأخذ النبي صلى الله عليه و سلم الحجر الأسود و وضعه في مكانه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بثلاث سنوات كان يرى أمورا هذه الأمور يراها في المنام فإذا أصبح يراها كفلق الصبح أي الذي رآه في المنام يراه في الحقيقة و كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على حجر بمكة فيسمع هذا الحجر يسلم عليه يقول له يا محمد السلام عليك فكان يتجعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور يرى الرؤية الصادقة و هذا الحجر يسلم عليه و كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخلوة أي يحب أن يختلي بنفسه فكان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء فكان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء و يحمل معه الزادة و الماء فإذا نفذ الزاد عاد و أخذ زادا غيره ثم رجع إلى غار حراء فيتعبد الله سبحانه وتعالى بالتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى فإنه كان يكره عبادة الأصنام و كان يرفض ما يفعله كفار قريش من هذه العادات السيئة من شرب الخمر و وعد البنات و غيرها من العادات السيئة فكان يرفض ذلك و يكره ذلك فكان يذهب إلى غار حراء فيمكث فيه شهر رمضان بكله يتعبد الله سبحانه وتعالى بعبادة التفكر و النظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى و في السنة الأربعين من عمره صلى الله عليه وسلم و في الحادي عشر من شهر رمضان رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار أمرا عجيبا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الله في هذا الشهر فجاءه ملك هذا الملك هو جبريل عليه السلام جاءه جبريل عليه السلام ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما سنذكره إن شاء الله في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة